أسكليبيوس عن طريق نظافة مكثفة نحو المزيد من سلامة المرضى في كل مستشفى يلتقي الكثير من الناس يوما بعد يوم وجميعهم يحملون جراثيم أي بكتيريا وفيروسات في جميع الجسم وتعتبر الجراثيم الموجود بالبشرة والأشياء المخاطية من الأشياء الموجودة لدى الإنسان السليم ويتعلق الأمر مع بعض الجراثيم بما يسمى المسببات المرضية متعددة المقاومة وهي يمكن أن تسبب حال وصولها إلى الجسم أمراضا معدية يصبح من الصعب علاجها ويعاني مرضى المستشفيات غالبا من ضعف جهاز المناعة ويمكن أن تشكل الجروح المفتوحة أو مداخل القسطرة مساحات إضافية لهجوم الجراثيم لهذا فإن النظافة هي أحد الأركان المحورية في مستشفيات أسكليبيوس كل إنسان حامل للجراثيم ويمكن أن يجلب المرضى والزائرون جراثيم خطير معهم إلى المستشفى وهم بالتالي حاملون لها دون أن يكونوا مرضى يعمل في كل مستشفى موظف والنظافة ومتخصصون في النظافة وأطباء وممرضون مكلفون بالنظافة أما المرضى الذين يوجد خطر بأنهم يحملون جراثيم معينة فيتم فحصهم عن طريق أخذ عينة في بداية تسجيل حالتهم المرضية وفي حال التأكد من إيجابية الفحص يتم تشديد إجراءات السلامة ويقوم مستشفى أسكليبيوس بتطوير الإجراءات الصحية لديه باستمرار ومن بين هذه الإجراءات استخدام مقابض أبواب مصنوعة من نحاس معقم كما يلعب تعقيم الأيد دوراً مهماً لدرجة أن مستشفى أسكليبيوس يشارك فيما يعرف باسم مسابقة الأيد النظيفة ما هي إجراءات النظافة التي يتبعها موظف والمستشفى؟ تعتبر اليدين هي الحامل الرئيسي للجراثيم لهذا فإن أهم إجراء صحي هو تعقيم الأيدي فمحلول التعقيم يقتل عند استخدامه بعناية 99.9% من جميع الجراثيم بكل تأكيد كما يجب على المرضى والزائرين أيضاً تعقيم أيديهم في المستشفى بانتظام والأجهزة اللازمة متاحة في العديد من الأماكن لهذا الغرض وتلعب التقنية الصحيحة دوراً محورياً أولاً وضع باطن الكف فوق باطن الكف ثانياً وضع باطن الكف الأيمن على ظهر الكف الأيصر وباطن الكف الأيصر على ظهر اليد الأيمن ثالثاً قم بالحك الدائري للإبهام الأيصر في باطن اليد اليمنى المغلقة والعكس رابعاً ضع باطن اليد فوق باطن اليد مع تشبيك الأصابع المفتوحة خامساً ضع الجهة الخارجية للأصابع على باطن اليد المقابلة بأصابع متشابكة سادساً قم بالحك الدائري في الاتجاهين برأس أصابع اليد اليمنى في باطن اليد اليسرى والعكس يجب أن يتم تعقيم الأيدي قبل وبعد أي احتكاك بالمريض دائماً كما أنه من المهم تعقيم المحيط المباشر للمريض ويتم لهذا الغرض استخدام مناديل معقمة يسري بالنسبة للمرضى والزائرين التالي قم بغسل اليدين جيداً خاصة بعد استخدام المرحاض قم بتعقيم يديك بانتظام بأجهزة التعقيم المتوفرة وهذا بناء على توصية خاصة من الطبيب وطاقم التمريض قم بتعقيم الأيدي بالتبادل حافظ على بقاء أرفف السرير فارغة دائماً تجنب ملامسة القسطرة أو الجروح يمكنك الاستعلام عن قواعد النظافة وسؤال الموظفين بالمستشفى في حال عدم وضوح شيء ما بالنسبة لك ويسري بالنسبة للزائرين فوق ذلك ما يلي قم بزيارة المستشفى فقط إذا كنت سليماً لهذا عليك عدم الزيارة إذا كنت تعاني مثلاً من البرد أو الإنفلوانزا أو الإسهل يسر الموظفون لدينا مساعدتك إذا كانت لديك استفسارات بخصوص النظافة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر